بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الصفة الثالثة الصناعي تخصص الحاسبات أهلا وسهلا بكم في برنامج الحاسبات وأول مادة عندنا في الحاسبات وهي مادة برنامج الجافة احنا خدنا في سنة تانية سنة فاتت بإذن الله خدنا برضو نفس الكلام في مادة اسمها الحاسبات الإلكترونية المادة كنت بتتكلم على إيه؟ في الأول في أول باب خدنا مكونات الحاسب الآلي بعد كده استمرنا في برنامج اسمه برنامج السي بلاس بلاس والبرنامج ده بيعمل ايه؟ هو برنامج برمجة زي ما خدنا في عدده في فيجول بيزيك خدنا السنة اللي فاتت برنامج السي بلاس بلاس هو برنامج بيعمل العمليات الحسابية والمنطقية وبيخزن وبيعمل برنامج ساعة وبيعمل برنامج صور السنة دي في سنة تالتة بناخد البرنامج المطور لبرنامج السي بلاس بلاس هو برنامج الجافة وبرنامج الجافة برضو بيقوم بالعاملات الحسابية والمنطقية وبرضو بيخزن بس لا فيه ميزات كتير قوي انه بيشتغل مع النت مع الهوت ميل بيشتغل مع البرامج بيشتغل تقريبا تقريبا كل برامج الوندوز اللي عندنا بيشتغل بيها برنامج الجافة نبدأ اول حلقتنا النهاردة ايه هو البرمجة باستخدام لغة الجافة زي ما احنا شايفين كده لغة الجافة هي لغة قادرة على برمجة نظم التشغيل لجميع الاجهزة زي ما قلنا من شوية ان لغة الجافة دي هي لغة قادرة انها تشتغل على اي نظام تشغيل ويندوز بقى سيفن اكس بي اه لينوس اي اي نظام تشغيل ما عندش مشكلة خالص ايه التن زي ما يكون وهي عبارة عن ايه هي بتشغل على جميع الاجهزة الكبيرة اللي احنا بنسميها المين فريم مين يعني رئيسي وفريم يعني اطار او نموذج فالنموذج الرئيسي عن حاسبات الايه العملاقة وتقدر كمان تحولها الى مشاغلات زغيرة زي الام بي سري يبقى هي لغة الجافة هي لغة قادرة على برمجة نظم التشغيل لجميع الاجهزة من حاسبات عملاقة نحنا قلنا عليها المين فريم الى اجهزة صغيرة مثل مشاغلات الام بي سري ومن من العمل بقى البرنامج الجافة دي ده الشركة الصينية اللي عملتها واختارت رمز الف انجان شايفينه كده هي اختارت الرمز ده يبقى من العمل رمز ده الشركة اللي صنعت برنامج الجافة ومن الشركة صناعت برنامج الجافة هي شبعا شركة صينية ازاي اكتب برنامج الجافة انا بستعمل مكتبة كبيرة اوي في برمجة الجافة ازاي ما استعملت قبل كده برمجة كبيرة برضو في لغة c plus plus برضو عندي برنامج الجافة بستخدم لغة كبيرة اوي 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 اللي هي gdk اللي احنا بنسميها java development kit تاني يبقى انا بستخدم في برنامج الجافة مكتبة كبيرة اوي اسمها gdk اللي هي java development kit ده بدي من اين ده من انتاج شركة صن مع اي محرر نصوص وليكن يعني ايه استخدم مع ايه برنامج ايه عشان يقدر اكتبوه او هم عشان يكتبوه باستخدم اقرب حاجة لنا كلنا اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو برنامج النوت باد ده موجود فين موجود في اي نسخة windows يبقى تاني يا جماعة ازاي يكتب برنامج بلغة الجافة واني باستخدام باستخدام ايه المكتبة gdk واني gdk يعني java development kit ودي قادر استخدم اي برنامج فيها اي برنامج كتابة واسهل برنامج كتابة عندي في ايه windows موجود عند اي حد فينا هو برنامج مين النوت باد اتنين عشان اكتب اي برنامج جافة باستخدم برامج وسيطة يعني ايه يعني سي بلاس بلاس كنت باستخدم برنامج سي بلاس بلاس كنت في الجافة في برنامج اسمه جافة لا عندي برنامجين اي واحد فيهم ممكن نستخدم مين هم البرنامجين دول ممكن نستخدم الاكليبس وممكن نستخدم النيتبينز يبقى اتنين استخدام برامج وسيطة اللي نقدر اعمل بيها اي برنامج جافة تسهل عملية الكتابة والترجمة وتصيح الاخطاء مثل برامج مين الاكليبس والنيتبينز يبقى تاني طرق كتابة برنامج جافة عندي حاجتين بكتب بهم برنامج جافة الاول خالص الشركة عشان تفكر تعمل برنامج جافة عملت ايه استخدامت المكتبة الكبيرة اللي هي الجي دي كي وقالنا جي دي كي يعني ايه يعني جافة ديفولوبمينت كيت ودي من انتاج شركة مين صن هي اللي عملتها وبتستخدم برنامج سهلة اوي 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 في اي وندوز عندنا اللي هو برنامج النوت بيت تاني حاجة طب ايه الوسيلة او ايه البرنامج اللي انا اقدر اكتب بيه اي برنامج جافة زي ما قلنا رقم اتنين استخدام برامج وسيط البرنامج اللي انا هكتب بيه الجافة تسهل عملية الكتابة والترجمة وتصيح الاخطاء مثل برامج النيت بينز واليكليبس طب ايه مزايا لغة الجافة اول حاجة قلناها في المقدمة انا قلت اني سي بلاس بلاس اه بتستخدم عمليات حسابية والمنطقية وتخزين وا 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 لكن ما بتشتغلش على كل انواع الوندوز طب ما ده كان عيب يعني في بعض الطلبة مننا ومدرسين مننا بحب نعمل برنامج سي بلاس بلاس نجي على وندوس مسلا سيفن نجي نشتغل سي بلاس بلاس في بعض الوقت ما يشتغلش وبعض الوقت يشتغل على ون سيكسي بيه كان بيشتغل معناه كده ايه معناه انه بيشتغلش على ايه على كل انظمة التشغيل لا الجافة لأ الجافة بتشتغل مع اي نظام تشغيل يبقى اول ميزة عندنا في برنامج الجافة انها ايه غير مرتبطة بانظمة التشغيل يعني هتشتغل على اي نظام تشغيل اتنين بتعتمد على اسلوب برمجة الاهداف يعني اي هدف انا عاوز اعمله بعمله عملية برمجة وانه برمجة باستخدام مين لاما الكلبس لاما النيت بينز ده الوسيط اللي انا بعمل بها عملية البرمجة ثلاثة من ضمن المزايا انشاء برامج ذات واجهة مستخدم رسومية اي جيو يو اي يعني ايه يعني ممكن اعمل بها برنامج رسومات لوجو احطه على النت احطه على الهتميل احطه على انت حار مش مشكلة خالص يبقى من ضمن مزايا برنامج الجافة ده ان انا بستخدم مين اي جيو يو اي اللي هو ايه اي شعار رسومي اقدر اعمله اي شعار اي روجو ممكن اقدر اعمل به اربعة من ضمن المزايا تصميم برمجيات اهو اللي احنا قلنا عليه من شوية تستفيد من كل مميزات الانترنت يعني اي برمجة اقدر اعملها اقدر اصخدامه فين من عن نت يعني اي برنامج جيوه من عن نت او انا عاوز اعمله وارفعه سهل جدا برنامج اعاوز اجيبه اشعار برنامج الجافة برضو الموضوع سهل قوي يبقى رجم اربعة تصميم برمجيات تستفيد من كل مميزات الانترنت خمسة لها مكتبة فصائل كبيرة وغنية نحن بنسميها مكتبة كبيرة قوي يبقى عندي كم ميزة في اللغة الجافة خمسة اول حاجة ايه انها بتعتمدش على نظام تشغيل بتشغل على اي نظام تشغيل ويندوز عندي زي ما قلنا اي نظام تشغيل اتنين بتعتمد على سلوب برمجة الاهداف يعني ببرمج الهدف اللي انا عايزه عشان اطلع به برنامج استخدمه في اي حتة نعويزه تلاتة تستخدم فين مع برنامج الرسوم لو اي جيو اي نقدر بيها اعمل لوجو اعمل رسمة رسمة تحركة اعمل بها كارتون ده كله بيقدر اعمله باستخدام برنامج الجافة اربعة اقدر استخدم برنامج الجافة فين على الانترنت سواء برنامج عملته ورفعته الانترنت برنامج جامل الانترنت وانا عاوز اشغل لها فين على البرنامج عندي على الجهاز بتاعي على مين على برنامج الجافة خمسة عندها مكتبة كبيرة اوي كتيرة جدا من مكتبة اشغالها فيها كل حاجة عشان كيف بنقول ايه فيها عاملات حسابية فيها عاملات منطقية فيها رسومات فيها تخش على الانترنت فيها افلام كارتون يعني ممكن نعطينا بها فيلم صغير كل ده موجود فين في لغة الجافة دي مميزات لغة الجافة عاوز اكتب برنامج بلغة الجافة لازم اعرف الشكل العام بتاعي ايه نبص كده مع بعض بقى اي برنامج جافة لازم لازم يتم بالخطوات اللي قدامي دي اول سطر عندي انا عندي كده كم سطر؟ تماني هنقوله مع بعض واحدة واحدة عشان نفهم عشان اي واحد يجيله برنامج جافة خطوات بي ثابت عنده على الاقل عرف ازاي يكون برنامج رئيسي اول حاجة عندي رقم واحد امبورت جافة اكس سوينج جيو اوب شامبين ودي معناها ايه امبورت جافة انا بستطب امبورتي عن تصدير اولا باخد برنامج جافة سوينج المكتبة الكبيرة اقولت عليها من شوي بتاعت مين؟ بتاعت برنامج جافة اللي يفاهمين؟ فيها ادخال فيها اخراج فيها رسم بعد كده ناخد فيها حاجة نسمعها لماس عشان لما جيب الجازل يعني حاجات زي كده يبقى اول سطر عندي بستدعي مين؟ المكتبة الكبيرة بتاعت مين؟ بتاعت برنامج الجافة السطر التاني public class BBB BB 45 بباد دي ده اسم البرنامج ممكن اتغير اكتب انت عايز تكتبه اكتب public class احمد جمال مونة علي زياد اي اسم انا عايزه public class ده مين؟ دي class class معناها فئة الفئة اللي انا هشتغل فيها البرنامج يبقى اول سطر بستدعي المكتبة الكبيرة بتاعت برنامج الجافة السطر التاني بستخدم مين؟ class الفئة اللي انا عايزها فئة مين؟ وبكتب جنبها اسم البرنامج ادام هكتب اسم برنامج ادام هعمل فئة لازم افتح قوس الفئة اللي عندي فعشان كيه سطر رقم 3 في مين؟ ايوه في القوس بتاع فتح class بتاعتي او الفئة بتاعتي وده بنسميه احنا قوس مجموعة عشان نعرف نتبر طيب سطر اولاني المكتبة العامة السطر التاني class او الفئة سطر التالت قوس المجموعة عشان الclass او الفئة سطر الرابع نبص على سطر الرابع كده بقى اسمه ايه؟ public static void main void main يعني ايه؟ يعني الدلة الرئيسية بتاعتي بتاعت اي برنامج جافة وده ثابتة كخطوة وقصطر في جميع كتابة برنامج الجافة يبقى اربعة public static void main strange arges وده الدلة الرئيسية بتاعت برنامج الجافة بما ان انا كتبت public static او اكتب دلة رئيسية ادام في دلة هتكتب ادام في public هتكتب لازم افتح قوس مجموعة حيبا حد دلوقتي انا فتحت قوسين مين هم قوسين دولت؟ قوس مجموعة عشان الفئة الوسط رقم ثلاثة وقوس مجموعة تاني عشان الدلة الرئيسية اللي هي void main الوسط رقم اربعة طيب ستة بتقول لي ايه؟ G option bin G option bin دي مكتوبة بكلاف سطر اولاني هاي ودي المكتبة العامة بتاعت مين؟ بتاعت الجافة شو message dialogue يعني هتظهر مربح حواري null وديه الجمع البرنامج اللي هتكتب بقى وكلمة null دي يعني دايما خلي الخارج بتاعك في منتصف المربح الحواري يبقى كلمة null المكتوبة عندي دي معناها ايه؟ دايما تخلي الخارج بتاعك في منتصف المربح الحواري وبعدها كلمة هلو ايجت ده خارج وهنتكلم عليه كمان شوية ازاي حط خارج باسم هلو ايجت يبقى سطر 6 ده ده مين؟ ايوة السطر 6 ده ده تدلت الاخراج اللي انا بخرج بيها اي برنامج جابة كده خلص البرنامج انا بتكلم على الشكل العام للبرنامج خلص البرنامج طبعا انا عندي كمكوس مجموعة تفتحوا اتنين يبقى لازم تقفلوا اتنين واحد الاولين رقم 7 بتاع رقم 5 اللي بتعدلها الرئاسية وبعدين رقم 8 بتعدلت مين؟ ايوة بتاع رقم 2 بتعدلت الفئة يبقى نقول تاني بقى ايش شكل اللي عام للبرنامج الجاية فكم سطر كده قدامنا؟ 8 دول 7 في اي برنامج اول 5 في بداية البرنامج وبعد كده رقم 6 هكتب البرنامج وبعدين 7 هكتب الخارج و 8 و 9 بقى في البرنامج نبص مع بعض واحد import java x swing g option بين ودي قلنا ايه؟ ايوة استدعاء الدالر الرئاسية لمكتبة كبيرة بتاع برنامج الجاية اتنين ده الفئة واسم البرنامج اللي انت هتكتبه اتنين public class انت عامل فئة عامة هتسميها ايه بقى بي 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 قلنا ده اسم البرنامج اكتب اللي انت عايز تكتبه انا بحبش اكتب اسماء عمتنا عشان ما اتبقاش مميزة في الامتحان بس اكتب اعاوز اكتب روموز ما احنا كتبين بي بي اكتب اعاوز اكتب ام ام اكتب اعاوز اكتب جمال علي اكتب اي اسم برنامج مش مشكلة بالنسبة لي بس يفضل ما اكتبش اسمه طبعا تلاتة بما ان انا قلت بما ان انا هفتح public class هفتح فئة يبقى اسم اعمل لها ايه قوس مجموعة فتلاتة قوس بداية اسم البرنامج بتاعنا او الفئة بتاعت اربعة ده مين اربعة داية ايوا برافو عليك وددالة الرأسية public static void من strange arges اللي يقدر الرأسية بتاعت اي برنامج جابة بما ان برضو هعمل دالة الرأسية ايبقى لازم افتح قسل دالة الرأسية فالسطر رقم 5 قسل مين للدالة الرأسية نركز انا فتحت قسين قبل منهي البرنامج لازم اقفل القسين وبتقفل اخر واحد وبعدين اول واحد رقم 6 وانا رقم 6 دي البرنامج وبعدها الخرج رقم 6 دي الخرج بالنسبة لي يعني فيها بلا خطوات ممكن بفيها بلا خطوات حسب البرنامج اللي انا اكتبه 6 شكل الخرج بتاعي انا j option show message geolog null hello Egypt دي معناها ايه انا هكتب مربع حواري في شكل خرج هكتب جوا مين hello Egypt وكلمة نال معناها ايه ان كلمة hello Egypt هي تيجي في منتصف المربع الحواري بمننا انا عملت خرج يعني البرنامج بالنسبة لي خلص انا فتح قس مجموعة قسين مجموعة لازم اقفل قسين المجموعة القس رقم 6 7 ده بتاع مين ايوا بتاع اخر دلة انا فتحتها اليمين الدلة الرأسية يبقى قس رقم 7 بقى في البيت الدلة الرأسية اللي قد رقم 5 والقس رقم 8 بتاع مين ايوا برافو عليكم كده بتاع مين بتاع ال public class بتاع اسم البرنامج او اسم الفئة يبقى تمانية بقى في البيت رقم 3 ده شكل البرنامج وده ونكتب بالرسالة اللي هي بتاع الخرج اللي هي كلمة ايه hello Egypt عشان هو كان طالب من البرنامج hello Egypt يبقى ده الشكل العام لكتابة اي برنامج جافة يبقى كل برنامج جافة هبدأ اعمله هكتب فيه الخطوات دي كم خطوات قدامي تمانية البرنامج بقى بتحط فين بتحط بعد الصد رقم 5 مباشرة بعد كده بقى من خرج بتاع رقم 6 و7 و8 بس حتب عدد سطور بتاعة البرنامج هل البرنامج ده بعد ما كتبته بص الشكل العام بتاعه كده بعد ما كتبت انا الشكل الاولاني بص الشكل العام بقى ده الشكل العام لاي برنامج بس المختصر ما نسميه احنا ايه المخطط الصندوقي لبرنامج الجافة اول حاجة عندي اسم الصنف او الولقم ايجيبت الباكتش بتاعتنا اللي انا لسه داعي المكتب العام زي ما قلنا ليه ايجيوب شنبين بتاعة الجافة اكس وبعدين الكلاس الكلاس اللي قلنا ايه بابلي الكلاس وبكتب جنبها اسم الفئة او اسم البرنامج بعدين الدالة الرأسي اللي احنا سميناها ايه ايوة شطار كده احنا سميناها الفويد مين يبقى اول سطر عندنا بتاعة الباكتش بتاعتنا اللي هو مين الدالة الرأسية بتاعت البرنامج وبعدين السطر التاني اسم الكلاس اللي باكتب فيه بابلي كلاس واكتب اسم الكلاس بتاعت او اسم الفئة بتاعت بالعربي السطر رقم اربعة اللي هو مين ايوة اللي هو الفويد مين اللي هي الدالة الرأسية بتاعتي وبعد كده بكتب جمع البرنامج بعد السطر رقم خمسة او بعد قص المجموعة بتاعة الفويد مين بتاع الدل الرأسية أكتب برنامج بتاعي خالص لحد ما ينتهي وبعدين أنهي البرنامج بإيه أيوة بجمة الإخراج وبعدها أقفل قصين بتوع الدل الرأسية ومن تاني أيوة وبعدين اسم القلاص يبقى ده المخطط الصندوق المين لأي برنامج جابة هل الجابة كبرنامج ليها معاملات إزاي أكتب بيها برنامج جابة زي ما خدنا في سبا وصف سنة تانية أه طبعا ليها معاملات يبقى أول حاجة عندي بتقابلني إيه هي أنواع البيانات والمعاملات في مين في لغة الجابة أول حاجة عندي مين أولا حروف لغة الجابة ثانيا السوابت والمتغيرات يبقى أول ما يجيل اسأل في الانتحاد أذكر أنواع البيانات والمعاملات هتقول له إيه عندي حاجتي لما حروف لغة الجابة لإما السوابت والمتغيرات ودول بقى نخدهم بالتفصيل واحدة واحدة يبقى تاني هي البيانات والمعنوات اللي عندي وأولا حروف لغة الجافة ثانيا السوابط والإيه والمتغيرات نبدأ نشرح واحدة واحدة فيهم أول حاجة عندي في البيانات حروف لغة الجافة الحروف دي هي حروف العادية التي عيدتنا أحنا اللي هي حروف الايه الابجادية بالإنجلش من منين هاي ومن ايه تزد ممكن تبقى حروف كبيرة كبتال يعني اكتب ايه كبتال لحد زبت كبتال لإما تبقى حروف صغيرة وبرضه اكتبها من A small لحد Z small يبقى اول حروف عندي اللي هي حروف المين الحروف الأبجادية اللي هي الحروف من A لZ سواء كابتل أو small اتنين الأرقام العددية اللي احنا عارفنا اللي هي من كم صفر واحد اتنين تلاتة اربعة لحد رقم تسعة يبقى اول بيانات او معاملات للغة الجافة اللي هي مين الحروف اول حروف عندي كسمين يعني هم كسمين الحروف الأبجادية اللي هي حروف بتاعتنا خالص باللغة الانجليزية من A to Z ABCD لحد Z ودي لإما حروف كلها small لإما حروف كلها كابتل يعني لإما كتب حروف كلها small لإما كتب حروف كلها كابتل الحروف الثانية اللي هي بنسميها لإيه الأرقام العددية ودي كل اللي نعرفينها أرقامنا العددية خالص نحن نشغالين بها صفر واحد دين ثلاثة اربعة لحد رقم تسعة والعشر ما رقم ما رقم وانا يقول ما تكوننا منين من صفر واحد يبني عندك بنوع معاملات كده في الحروف اتنين حروف أبتلية وأرقام وأعداد في عندي بقى الحاجة اللي بالنسبة لي اعتبر خاصة بالنسبة لنا الحروف الخاصة الحروف الخاصة دي وانا مش عندي عملية جمع يعني زائد ما ده حرف خاص مش عندي عملية طرح ما ده حرف خاص مش عندي عملية ضرب ما ده حرف خاص ومش عندي عملية مقارنة مقارنة يعني ايه يعني مين أطول من مين مسلا او مين اكبر من مين يعني في علامة اكبر ما ده حرف خاص في علامة اصغر ما ده حرف خاص يبقى اي حرف تاني فيما عدا الحروف الابجدية ده من ايه تزد سواء عربي او كابتل او سمول والارقام من صفر تسعة يعتبر ايه حرف خاص لغة الجافة عارف انه ده في اللغة بتاعت الجافة عارف انه ده ايه يعني مخزن في لغة الجافة كل حرف الخاص من دول ليه وظيفة جوه لغة الجافة يبقى اول حاجة عندي في البنات والمعاملات الحروف عندي منها كم نوع الحروف دي تلاتة نقوله ما بعد تاني بقى واحن مين الحروف الابجدية اللي هي ايه الشروف بتاعتنا احنا العادية اللي هي من ايه لحد زد بالانجليزي طبعا لقى مكتب حروف عربي اسف من ايه تزد لقى الحروف كابتل من ايه الى زد وتاني حاجة عندي مين الارقام الارقام دي احنا كلنا عارفينه كلنا بنستخدم اركام من كام ايه من صفر لحد تسعة طيب هي ولا حروف اللي انا قلتها من ايه تزد ولا ارقام من صفر تسع بنسميها ايه بنسميها حروف خاصة بنسميها حروف ايه حروف خاصة ليه مين اللي هي علامة الجامع زائد علامة الضرب فيه علامة الطرح ناقص علامة المقارنة اكبر من او اصغر من دي كلها بنسميها ايه الحروف الخاصة دي اول حاجة عندي في المعاملات او البيانات اللي هي الحروف اتنين احنا قلنا عندي نوعين لما الحروف لما السوابت والمتغيرات قلنا الحروف ايه هي ناخد بقى السوابت والمتغيرات اول سوابت عندي هي الايه هي عبارة عن قيم سبتة دايما السوابت دي عبارة عن ايه قيم سبتة دايما طول البننامج يعني طول ما البننامج شغال القيم دي سبتة بتتغيرش نهائي عندي فيها كم نوع عندي فيها نوعين ثوابت عددية وثوابت رمزية ثوابت عددية لي بتاخد أرقام يعني ثوابت رمزية لي بتاخد رموز يبقى أول حاجة عندي الثوابت من كم هي الثوابت هي هي مقدار ثابت أو قيمة ثابتة طول ما البرنامج شغال هل فيها أنواع أو عندي فيها أنواع عندي إيه الألواع؟ عندي ثوابت عددية يعني فيها أعداد وأرقام وفيها عندي ثوابت رمزية يعني فيها رموز أو حروف ده أول حاجة في الثوابت نبدأ ناخد واحد واحد أول حاجة عندنا قلت مين السوابت العددية اللي فيها إيه هيواء اللي فيها الأرقاء أو أعداد عندي فيها نوعين ثابت عدد صحيح الله يعني إيه ثابت عدد صحيح ثابت عدد دي أنا عارف قلنا إيه الأرقاء لكن إيه ثابت عدد صحيح ثابت عدد صحيح ده أي رقم إحنا بنكتبه لكن ما تحطش فيه علامة عشرية يبقى إيه هو السابت العدد الصحيح هو أي رقم أنا بكتبه رقم 012300200520 أي رقم بتكتبه أي عدد بيكتب لكن ما يكونش فيه إيه ما يكونش فيه علامة عشرية يعني إذا قلت زائد خمس هل سابت عدد صحيح آه سابت عدد صحيح أنا بقول ده زائد يعني جابه ومجاب خمس تب سالب عشرين آه سابت عدد صحيح ليه أنا بقول سالب بوضح أن العدد ده سالب لكن كمته كام؟ كمته عشرين ما فيهاش علامة عشرية فسمها إيه؟ سابت عددي صحيح زي ما أنا بديك أمثلة كده قلت لك السابت العدد الصحيح الأرقام من صفر إلى تسعة ولا إيه؟ أي ما ناخد بالنا كويس قوي ولا يحتوي على علامة عشرية أنا ما بديك أمثلة مديك اتناشر مديك ألفين أي ومديك أهو زائد مية أربعة وخمسين مية أربعة وخمسين تعدد موجب يعني كنتم موجبة لكن برضو ما فيهوش علامة عشرية يبدأ إيه؟ سابت عددي صحيح أهي لك كمان إيه؟ مثال سالب خمسمائة سبعة واربعين يعني عندها عدد قمته خمسمائة سبعة واربعين أهوى بالسالب ما قدش مشكلة فيه لكن سابت وعددي وصحيح ليه؟ عشان ما فيهوش علامة عشرية يبقى السابت العددية عندي نوعين أو النوع عندي مين؟ السابت العددي الصحيح اللي هو أي رقم أو عدد بكتبه بدون علامة عشرية النوع التانية عندم السوابت السابت العدد الحقيقي هذا الحقيقي اه مش قلنا في واحد صحيح يبعي عكسه مين الحقيقي اذا كان الصحيح ما بيتحطش فيه علامة عشرية الحقيقي بيتحط فيه علامة عشرية يعني لو قلت خمسة خمسة اقول سابت عدد صحيح ولا سابت عدد حقيقي خمسة واسكدت كده لا سابت عدد صحيح طب قلت موجب 40 موجب 40 يعني القيمة 40 وقبلها موجب في علامة عشرية لا يبقى برضو ثابت عددي صحيح طيب لو حد جي قال لي أنا معي سالب 52 من 10 ناخد بالنحن قلنا ايه سالب 52 من 10 يعني العهد اللي عندي كان 52 من 10 قدام قلت في علامة عشرية يعني فيه 2 من 10 يبقى اسمه ثابت عددي حقيقي زي الأمثال اللي كتبها كده ايه الثابت العدد الحقيقي دوت هي الأرقام من صفر الى تسعة وتحتوي على ايه اهم حاجة عندي تحتوي على ايه على علامة عشرية زي ما انا كتب كده انا كتب 12 اه 12 رقم عدد لكن ايه انا كتب بعدي علامة عشرية قدامت حطت علامة عشرية حتى لو ما فيش بعضها ارقام يعتبر ثابت عددي حقيقي عشانا كتبت ايه 12 علامة عشرية صفري اه واقمته 12 بس انا بقول ان ده حقيقي يعني فيه علامة عشرية من ديك الرقم اللي جنبه العدد اللي جنبه موجب 12 و 5 من 10 واضحة وصيحة ايه 12 و 5 من 10 عدد قيمته 12 و 5 من 10 يعني فيه علامة عشرية يعني عدد حقيقي وبالموجب عشان فيه كلمة زادة العدد المثال اللي بعده 500 875 21 من 100 بالسالب يعني انا بقول ان العدد ده اللي هو 875 حقيقي ليه عشان فيه 215 و 21 من 100 يعني فيه علامة عشرية ده عدد حقيقي لكن بالايه بالسالب اللي فيه قبل ايه علامة سالب المثال اللي بعده كتب انا ايه 254 من 1000 يعني فيه علامة عشرية و 2154 من 1000 بده عدد ثابت عددي حقيقي عشان فيه ايه عشان فيه علامة عشرية يبقى انا عندي الثوابت كيما ثابت طول البرنامج وقلت عندي منها نوعين النوعين اللي عندي ثوابت عددية وثوابت رمزية ثوابت عددية يعني اعداد ارقام بالنسبان ثوابت رمزية يعني رموز زي ما ناخد كمان شوي عددية يعني عدد ثابت طول البرنامج هل فيه انواع انه عند نوعين في ثوابت العدية عند نوعين نوع الاولاني ثابت عددي صحيح يعني عدد او رقم صحيح طول ما انا شغال في البرنامج قمته ما فهاش علامة عشرية خمسة ستة مية ماتين وعشرين ماتين واربعين موجب خمسمية سالب تلتمية وعشرين او اي عدد الكتابنا لكن ما فهوش ايه علامة عشرية انا عمال اقول رقم وعدد رقم وعدد هو فرق من رقم وعدد اه طبعا فرق من رقم وعدد الرقم هو المقدار المكون من مين من خانة واحدة فقط يعني صفر رقم اتنين رقم تسعة رقم عشرة لا ما بقاش رقم ليه؟ لانه مش خانة واحدة الله يبقى الرقم هو المقدار المكون من خانة واحدة فقط طيب ايه هو العدد؟ هو المقدار المكون من خانة واحدة او اقصر عشان كده قدر اقول اما اجي اقول صف ممكن واحد اقول لي عدد صح ممكن واحد اقول لي رقم صح برضو اما اجي اقول مية ما ينفعش اقول لي رقم لانه كام خانة ثلاثة يبقى ما نفعش اقول على المية رقم لازم اقول على المية ايه عدد عشان كده عمال اقول مجي اتكلم بقول ايه لاما رقم لاما عدد عشان اخد بالي من الكلام قلت عدد بس يبقى صح كلام كله صح لكن قلت رقم وجيت حطيت خنتين يبقى كلام غلط لازم وانا بتكلم اعرف انا بقول صح ولا غلط يبقى السوابت العددية الصحيحة للاعداد او الارقام بدون علامة عشرية زي موجب خمسة سالب متين وهكذا النوع التاني من السوابت السوابت العددية الحقيقية يعني عدد او رقم لازم يكون في علامة عشرية زي سالب اتنين وخمسة من عشر موجب اتناشر علامة عشرية مفيش نقط عادي ما عندش مشكلة خالص مفيش غرصفار بس حيث ايه علامة عشرية بقى برضو او عدد سابت حقيقي سالب خمسمية وعشرين واربعة من عشر عدد حقيقي سالب اربعة من عشر عدد حقيقي ايه بس سوابت نوعين السابت عدد حقيقي وثابت عدد حقيقي بفرق منهم بايه بوجود علامة عشرية او عدم وجود علامة عشرية طب ليه السوابت الايه العددية ناخد السوابت الرمزية يجب عن رمون للغة تتكون من الحروف والارقام لكن ايه عند شرط اغ Gottes مهم جداً لازم أحطها ما بين على 200 تنصيص. يبقى السابط الرمزي هو إيه؟ هو عبارة عن رموز اللغة. رموز اللغة اللي عبارة عن إيه؟ اللي عبارة عن حروف وأرقام مع بعض. حروف وأرقام مع بعض. عشان أقول إن هذا سابط رمزي لازم نكون في شرطه وتكون بين علامتي تنصيص. لازم نتحط ما بين على 200 تنصيص. زيما أنا كتب كده ومديك أمثلة تحت. كتب لك إيه؟ 30 زيادة اربعة وخمسين. لو انا مش حط على امتين تنصيص اللي فوق دول اللي في الجنب دول كان ده بقى ايه? كان بقى ثابت عددي. ثابت رمزي. اخد بالي كويس جدا جدا. وانا بكتب اي عدد بالنسبة. لو عملت الرقم ده تلاتين زيادة اربعة وخمسين. فقال الورق فقال بالامتحان. وانا بكتب حتى. محطتش على امتين تنصيص يبقى اقصد به ايه? ايوا اقصد به ثابت عددي. لو اتحط ما بينه على امتين تنصيص يبقى نقصد به ايه? ثابت رمزي. عشان كده اي رمزة هيتحط في لغة الجافة. ما بينه على امتين تنصيص يبقى اسمه ثابت عددي. انا كتب مثال تاني كتب لك اهو واحد اين تلاتة اربعة خمسة. حيطوا ما بينه على امتين ايه? تنصيص. يبقى ده ثابت ايه برضو? رمزي. واحد عايز يكتب اسم. انا كتب خالد مسلا. وكتب اقول لها كابتنة زي ما انتوا شارفين كده. برضو علشان اقول ده ثابت رمزي بحط ما بينه على امتين تنصيص. كتب كلمة اتنين. يقول لها اسمول برضو. برضو حطنا بينه على امتين تنصيص. باي رمز، اي رمزة هيتحط في البرنامج اكنه ثابت لازم يتحط ما بينه على امتين تنصيص. ممكن استخدام معا كلمة تانية. عشان ده رقم ثابت على طول. شغال جواه البرنامج على طول ثابت كون كمتو ثابتة. يعني ايه كمتو ثابتة? يعني ايه عدد برمز كمتو ثابتة على طول. كلنا عارفين طه. اللي هي باي. اللي بسخدمها فين? ايوة صح كده. في مساحة الدائر. مساحة الدائر بتقول لي ايه? طه نق بتربيع. اول محيط اتنين باي ا. اتنين باي طه نق. اللي هي اتنين باي ا. باي يعني. اللي هي طه. طه كمتها كم? طه كمتها ثابتة دائما ما تتغيرش. كمتها كان? تلاتة واربعتاشر من مين. دي عشان اكتبها في البرنامج. وهي قيمة ثابتة كلنا حافظينها ما تتغيرش خالص. باكتبها بلاك كلمة ايه? كلمة فاينال. نبص كده? انا كاتب اخد بالك من القصة بقى. كاتب فاينال انت تابل وهناخد انت كمان شو هي يعني انت يعني ايه فلوت? فاينال دي عشان ايه? عشان قلنا دي انت تابل سايز. حجم بتاع الجدول بتاعي انا كمتها كان واحد واربعين. يبقى انا طول ما انا شغال في البرنامج الجدول اللي انا ما استخدمه ده كمتها ثابتة كمتها كان واحد واربعين. مش كيف كتبتك قبل كلمة ايه? كلمة فاينال. طيب طه اللي حب نتكلم عليها اللي هي الباي. وقوم اللي انا عارفين كلمة الباي. فاينال في لغة باي. وقلنا برضو فلوت هقولك عليها يعني ايه كمان شوية. فاينال ده. فاينال دي بقى انا عرفت. يعني ايه بقى عرفت? عرفت انا فاينال ايه بقى هعمل? هكتب بعد كده عدد. قمت وثابتة طول البرنامج. عشان كانت كلمة فاينال. فاينال في لغة باي. باي اللي هي طه بالعربي. وقمتها ثابتة هقول لنا عارفينها. ليه قمتها كام? تلاتة واربعتاشر من مية. يبقى السوابت الرمزية عبارة عن ايه? السوابت الرمزية عبارة عن رموز اللغة. اللي بتكون من حروف وارقام. لكن عشان تكتب لازم تحط ما بين ايه? ايه شطار كده. لازم تحط ما بين علامتين تنصيس. حتى لو كانت اعداد. اذا ما عاوز تخلميها سوابت رمزية حطها باعمتين تنصيس. يعني عاوز واحد يكتب ليه خمسة واربعين. بس ما السببت عادي. عاوز اعمله سوابت رمزي. اكتب خمسة واربعين وحطه باعمتين تنصيس. بقى مين? بقى سوابت رمزي. عاوز اكتب اي اسم في برنامج يطلع اسم خالد محمد علي مونة جمال زياد. اي اسم عاوز اكتبه. عشان يكتب حطه بين علامتين تنصيس. اعرف ان ده اسمه ايه? سابت رمزي. سابت الرمزي ده عشان فيه قيم عددية. انا اقول اهو قيم عددية. يعني اعداد سابتة طول البرنامج. هتبقى سابتة بالنسبة لي اكتب قبلها كلمة ايه? فاينل. او بعرفها بكلمة فاينل. يبقى فاينل معناها ايه? الاعلان عن عدد سابت طول تنفيذ البرنامج. يبقى عاوز اكتب مسلا كلمة باي بقى ليطه. ودي كلمتها كلنا عارفينها تهاتة واربعتاشر من مية. بكتب قبلها كلمة فاينل لباي اللي كلمتها كان تهاتة اربعتاشر من مية. عاوز احدد حجم جدول هعمله طول طول ما انشغال في البرنامج. كلمة الجدول ده. اشتركوا في القناة 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 ايه مفوش علامة عشري واخدنا امثلة على كده كده بنتهينا من حالة الاولى من برنامج الجافة وللقاء قريب باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته